رغم مرور نحو أسبوعين على عودة طالبان إلى كابل فإن الأسئلة المتعلقة بمستقبل أفغانستان ما زالت أكثر من الإجابات وخصوصاً تلك المتعلقة بطبيعة الحركة في التقرير التالي استطلعنا أراء خبراء الحركات الإسلامية في واشنطن بشأن رؤيتهم لحركة طالبان ومواقفها بعد إتمام الانسحاب الأمريكي من أفغانستان لا تبدو صورة الحكم الجديد واضحة المسؤولون هنا يؤكدون أن الوجود الأمريكي انتهى وأن عودته تعتمد على سلوك طالبان أن يكون الحكم المفرط في مركزيته بيد جزء صغير من قبيلة عرقية واحدة في أفغانستان جلب الأزمة تلو الأخرى على هذا البلد منذ 140 عاماً ويبدو أن الطالبان تسير نحو تكرار نفس الخطأ واشنطن بدأت رحلة التقصي عن الحكام الجدد حينما أوفد الرئيس بايدن أحد أبرز مسؤوليه ودبلوماسيه مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز إلى كابل في محاولة للحصول على إجابات بشأن أسئلة مستعجلة وأخرى مؤجلة وعلى رأسها هل تغير الطالبان؟ طالبان لم تتغير وهي تعتمد على عقيدة متطرفة واضحة المعالم ولكنها تعلمت أن تكون حذرة للغاية وبالتالي ستنفذ ما تريده ببطء فالحركة اليوم أكثر إدراكاً بمقتضيات السلطة وضرورة توطيدها بعيداً عن هدفي طالبان المعلنين بطرد الاحتلال وإقامة الشريعة الإسلامية ظلت الحركة غامضة بشأن رؤيتها السياسية وما الذي يعنيه ذلك حينما تترجم هذه الرؤية إلى خطوات تنفيذية في الحكم والعلاقات الدولية يشير سلوكهم السابق إلى أنهم سيحاولون التخلص من المخالفين والمنافسين ولكن هناك شيء في السياسة يسمى منحنة تعلم وربما أدركوا أن واشنطن كانت قادرة على الدخول إلى أفغانستان بسرعة بعد أن تحولت شريحة كبيرة من الأفغاني لتكون ضدهم الامتحان الأهم الذي ينتظر الحركة سيكون تعاملها مع مطار كابول والعالقين الأجانب سلوك تنظيم الدولة في أفغانستان قبيل الانسحاب الأمريكي طرح إمكانية أن ينجح التنظيم في تأمين معقل له ولو بالمواجهة العسكرية مع طالبان وهذا ما يجعل من تعاون واشنطن مع الحركة فكرة قابلة للنقاش هنا في العاصمة الأمريكية زيد بن يامين العربي واشنطن واشنطن